أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية اعتراف روسي بأن نظام الأواكس لم يعمل ليس ناتج عن نظام محلي لعزله من طرف الروس إنما من طرف الأتراك لأول مرة يشهد الروس بأن الأتراك يستطيعون الآن عزل النظام ما يسمى نظام الإنذار المبكر اليوم عندهم نظام إلكتروني عازل للأواكس أو نظام الإنذار المبكر بشكل في الحرب يعني عسكرياً وهذا الذي جعل الأمر يطرح سؤالاً ما الذي حدث بالنسبة للأواكس التي هي موجودة وبالنسبة لهذا الدرون أو بالنسبة للنظام الإلكتروني التركي في علاقته بقاعدة حميميم من الذي استطاع اليوم أن يحمي حميميم؟ هل المسألة تتعلق بنظام كراسوخة؟ النظام الإلكتروني بحجم واسع من بلدونة المعروف ببلدونة وهذا النظام كراسوخة هو المستخدم في قاعدة جيومري في أرمينيا كما في حميميم تماماً فكيف طارت طائرة بير قدار فوق جيومري ولم يتحرك هذا النظام؟ كيف عزل؟ كيف عزل كراسوخة وكيف عزل النظام الإلكتروني بالحجم الواسع بلدونة؟ كل أراضي أرمينيا كما تقول إيرجيا تايمز أصبحت قاعدة قاعدة هذه القاعدة التي هي جيومري على حدود تركيا و487 عن قانا أكبر قاعدة في أذريبيجان لكن اليوم يستطيع الأطراق عزل الأواكس تماماً تماماً كما يستطيع أيضاً الروس عزل الأواكس لكن المعضلة هنا هو أن الأطراق يستطيعون عزل كراسوخة وبلدونة آخر حجم أمام الدرون وهذا ما يكشف أننا أمام اتفاق حرب بين أنقرة وما بين موسكو لأن حميمي اليوم يحميها الاتفاق الاتفاق السري الذي هو بين أنقرة وبين موسكو وليس عبر كراسوخة كراسوخة اليوم ينكشف على أنه لا يؤدي دوره كان من المرجح أن يكون الأمر كذلك عندما علمنا كيف تصرفت تركيا مع نظام التشويش الحادثي في ليبيا كان هذا مثيراً للشك لكن اليوم مع القاعدة الروسية في أرمينيا والقاعدة الأخرى في حميميم والاتصال الذي حدث ما بين لافروغ اليوم وما بين وزير الخارجية التركي جعل الأمور أكثر وضوحاً لأنه في اتفاق مكتوب واتفاق شرف مرتين كان هناك اتفاق بمنع طائرات الدرون من التحليق على قاعدة حميميم يعني أن الأمر يتعلق باتفاق وليس بوجود هذا النظام والدليل هو أنه عندما طارت هذه الطائرات على القاعدة الروسية في أرمينيا لم يستطع هذا النظام أن يعمل شيئاً كراسوخا كما هو معروف وبلادونا أعلى درجة وهو الذي طور من أجل ما يسمى بالدرون التحرك الدرون بشكل واسع هذا الحجم الواسع من بلادونا لم يتمكن من عزل البيرا قدار لقد طارت أكثر من 13 مرة هذا يكفي للقول على أن ما حدث مع حميميم أن هناك اتفاق ما بين تركي روسي على عدم الطيران فوق حميميم وبالتالي جدد هذا الاتفاق مرة أخرى وهذه نقطة القوة بالنسبة لأردوغان على الروس عندما طار بطائراته فوق قاعدتهم أكثر من مرة وعزل سكاد بي القريبة منها كما عزل إسكندر أم إسكندر أم كانت تنطلق على بعد قريب جداً من القاعدة لذلك فهي كان مهماً جداً الوصول إلى أكثر من 400 كيلومتر الوصول إلى أهدافها في جانجا وفي غيرها في أذريبيجان إذن المعضلة الكبيرة اليوم والتي تكشف هو أننا أمام درون تركي يعزلوه يعزلوه الأواكس أو نظام الإنذار المبكر الأواكس اليوم خارج أي عمليات هذه أولاً ثانية أن بالنسبة لجيومري يريد الروس إدخالها ضمن نفس الاتفاق الذي حدث مع حميميم لا أحد كان يعرف هذا الأمر لكن الإسقاط الذي حدث لبعض ما يسمى بالدرون التركي الانتحاري سبب في معضلة أساسية هي هل حسب اليوم كل ما يسمى إسقاط للدرون التركي هو كله انتحاري فالذي يفصل اليوم ما بين الإسقاط إسقاط الدرون التركي وما بين الانتحاري هو وجود حرائق في كل الحالتين يكون حرائق هذا ما ثبت أمام آخر الخبرات العسكرية تؤكد أن هناك دائماً احتراقات إذن المسألة تتعلق بصعوبات واسعة وكبيرة تواجه التقنية الروسية الآن أمام عزل آخر حتى بالنسبة للقواعد وأمام انكشاف أن هناك بروتوكولات سرية ما بين أنقرة ومين روسيا وأن أنقرة استطاعت أن تضغط عبر تواجدها في ناكورني كرباخ من أجل عزل الدور الروسي الدور الروسي لم يكتفي بذلك بل كانت ردوده عنيفة للغاية وحاول إسقاط البير قدار عبر البلدونا وهذه المنظومة الجديدة التي تستخدم لأول مرة اليوم بعد تطويرها من جديد اليوم طارت الطائرات سبع طائرات بير قدار كلها في العمق الذي منع وصول ثاني صاروخ سكاد بي إلى باردا لأن في باردا كان القصف مع الصباح وكانت في الساعة الثانية عشر احتمال وصول إلى قصف جديد في باردا إذن المعضلة كبيرة جدا واليوم نكشف هذا التطور بأن جيومري فعلا ستلحق بعد الاتصال الذي حدث اليوم بين الأغروف وما بين وزير الخارجية التركي باتفاق لحمايتها وعدم الطيران فوق هذه القاعدة وهو ما يجعل الروس اليوم يتراجعون عن دخولهم المفرط وانخراطهم الكبير في هذه الحرب هذا كان إحدى الوسائل الضاغطة بعد الأف 16 التي اعترف بها علييف بأنها موجودة وأي ضرب في العمق مرة أخرى في العمق الآذري سيكون الرد عبر الأف 16 أي ضرب استراتيجي سيكون بدخول الأف 16 إذن أصبحت الأمور واضحة جدا أمام التوازنات اليوم لم يعد للروس إلا الاتفاق مع الأتراك حول جيومري تماما كما حدث مع قاعدة حميمين في السورية هذا أمر يناقش وآنذاك هذا النقاش ما بين تركيا التي عزلت من المفاوضات الكل كان في الرئيس العرميني عند ماكرون كان هناك توساطة موسكوفية كانت توساطة من واشنطن كل هذه الوساطات فشلت لأن ليس هناك الرقم التركي اليوم لافروف يعترف بالدور التركي في حماية وقف إطلاق النار إذن المسألة تتعلق اليوم بصفقة لا بد من صفقة وهناك جدول زمني أو على الأقل اليوم مع الآذريين يريدون وقف إطلاق النار على المرتفعات الشوشة وعلى جميع المدن اليوم تحت المدفعية وبالتالي فوقف إطلاق النار هو في صالح الآذريين كما لم يكن سابقا خصوصا وأن هناك أربع مدن أصلا وهناك الخامسة اليوم قد تسقط وبالتالي فالأمر يتعلق بالأساس بصعوبات في المفاوضات لا يريد معها الروسي أن يفقد الأرمن آخر المدينتين بعيدا عن الإقليم كي لا يحاصر ولا تجد ما يسمى المتنفس لهذا الإقليم وآن ذاك قد يزيد هذا الأمر من تشدد الأرمن فوق أراضينا كورنيكا رباخ بوصلهم مع أرمينيا لذلك فلا بد من متنفس لربطهم مع أذري بيجان هذا هو المتوقع شكرا جزيلا وإلى اللقاء